زي ما شفتوا طبعا نقش كل الملفات ولسه الزيارة مستمرة ممكن نتابع أيضا في أخبار الجمعة حلقتنا يوم الجمعة المزيد بالنسبة للأخبار المسيرة للاهتمام في مصر النيابة أمرت بحبس إسرائيليين اتهموا أو متهمين طبعا بضرب العمال في وقاعة فندق طعبة حيث قررت النيابة العامة المصرية حبس المتهمين الإسرائيليين في وقاعة التعدي بالضرب على ثلاث عمال بمدينة فندق مدينة طابة وكان تسببوا في إصابتهم واستعراضوا قوة وكان في إطلاف بعض الممتلكات للفندق كان الحادث ده اللي حصل اليوم الجمعة الماضي وكان المشاجرة بأحد الفناظر مدينة طابة بين المتهمين إسرائيليين جنسية وسلاسة من العاملين بالفندق المهم من النيابة طبعا تبعت الأمر وكان المتهمين الاستعراض القوة واستخدموا العنف ضد المجني عليهم وتعدي عليهم بالضرب وطبعا استمعت النيابة عينة المكان وشافت الإصابات وشافت الأدرار وفي نفس الوقت طبعا كان فيه إصابات بابين كسر بعظام الجمجمة وجروح قطعية واستمعت لشهود الوقع وإنه بعد ما فحصت المواقع المقاطع اللي صورت طبعا كله كان في النهاية تم القرار بحبس هؤلاء بحبس الإسرائيليين اللي كانت إسرائيل عايزة تبين أنه فيه عمل إرهابي وأنه فيه حادث طعن ضد إسرائيليين واللي حصل طبعا كان غير كده تماما بالنسبة للمعايير الجديدة لحسف غير المستحقينة لبطاقات التموين خلينا بقى نشوف إيه المعايير دي عشان نستخد بالها طبعا أشياء تعرضك للحسف من بطاقة التموين حجم الراتب وإذا كان الشخص مؤمن عليه ولا لأ حجم شريحة استهلاك الكهرباء المنزلي حال زيادة عدد أفراد الأسرة عن أربع أشخاص يعني فيها حتة كده عايزين برضو فيه تحديد نسل امتلاك سيارة فارهة حديثة أو عقار كبير وجود عدة تكييفات منزلية واستهلاك الكهرباء حجم استهلاك الإنترنت المنزلي والبقات عدد الهواتف المحمولة المملوكة داخل الأسرة كل ده جميل يا جماعة لكن هل ممكن هيقدر يوصلوا لكل المعلومات دي عن كل واحد مع بطاقة التموين وبالتالي يبتدي يحصل حزف للي هم غير مستحقين للدعم بالنسبة للتموين فيه ناس قلتلك ممكن برضو مايبقاش فيه دقة في الموضوع ممكن ناس تتظلم وبرضو يفضل ناس لسه بياخدوا التموين وهم غير مستحقين تم القرار صار في 200 جنيه لكل مواطن على بطاقة التموين والحقيقة ده دعم نقدي جديد والمفروض ان هو تقال الأسرة المكونة من أربعة أفراد هتحصل على 800 جنيه شهريا حال التحول للدعم النقدي أو 200 جنيه للفرد يعني عفوا 200 جنيه للفرد وسيتم مناقشة موقف التحول للدعم النقدي وتأثيره على رفع معدل التضخم وده فكرة انه يتم تحويل الدعم من الدعم العيني إلى الدعم النقدي وده كان حسب تصرحات للدكتور فخري الفئي عندنا كمان كان فيه قرار حكومي بقى بتغيير رئيسي أكبر بنكين حكوميين في مصر حاجة جميلة جدا لكن فيه مفاجأة حصلت تعيين محمد الأتريبي رئيسا للبنك الأهلي المصري وهي شامعه كاشا رئيسا للبنك مصر طب ايه المفاجأة في دي عادي لا يا جماعة أصل محمد الأتريبي كان رئيس لبنك مصر فخده رئيس للبنك الأهلي وهي شامعه كاشا كان رئيس للبنك الأهلي وتعين رئيس لبنك مصر طب هو فيه إيه؟ مدى تبديل مناصب طب هو إيه الفكرة طي إنتوا بتعملوا كده لي يا جماعة القرار بيعني تبديل المناصب بين رئيسي البنك الأهلي وبنك مصر بحيث يصبح لأتريبي رئيس بنك مصر واللي هو كان رئيس البنك مصر رئيس البنك الأهلي وهو شام اللي كان رئيس البنك الأهلي رئيساً لبنك مصر طبعاً قالوا إنه علشان القانون بيمنع إنه الفترة تمتد أكتر من كده فده نوع من أنواع كده إيه؟ طب نبدل المناصب عشان تستمر عشان هما شاطرين يعني في إدارة البنك فخلينا مدام هما الاتنين شاطرين يبقى إحنا نبدل مناصبهم ويستمروا أربع سنين تقريباً تاني وزير التعليم أعلن إدخال البرامج في السنوية اللي هي نظام البرمجة واستخدام الزكاء الاصطناعي في التدريس وده في السنوية العامة يا مسهل ودي كويسة على أساس برضو احتياج والدنيا والتكنولوجيا اللي احنا فيها أيضاً قرار بتنظيم مجموعات التقوية وكان برضو بيقال أنه هيبتدوا يخلوا أنه العمل أربعين ساعة إسبوعياً وموعد تطبيق موعد العمل الجديدة للموظفين وده حسب اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى بالنسبة لمن هذا القرار دراسة مقترح تحديد موعد العمل بالجهاز الحكومي للدولة المقترح أن تكون الموعد خمسة أيام في الأسبوع بجمالي أربعين ساعة عمل إسبوعياً تبدأ من ساعة 8 صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً أصار الجدل بقى أنه نجيب ساويرس عنده أصرف مطروح وعرضه للبيع بـ 600 مليون جنيه والأصر ده كان فيلتين وضموهم على بعض وقعدين بقى بصين لوف أنه هو اشتراهم بكام وهيبيعهم بكام وأنه هو بعد ما اشترى الفلتين وضموهم لبعض وعملهم قصر كبير وهو كان مشتريهم المساحة بقت 662 متر مربع وأنه هو في مجمع اسمه على شاطئ البحر المتوسط وكان بيتكلم على أنه قبل عشر سنوات كان مشتريهم بكام ودلوقتي مشتريهم ودلوقتي هيبيعهم بكام كملوا التقرير من هنا ثلاثمائة مليون جنيه أي بعائد يتجاوز نظرياً 500% لكليهما خلال عقد من الزمن من دون احتساب بالطبع تكليف الصيانة والتطوير وسعر الصرف اليوم وفي السابق وينظر لهذا السعر بأنه خيالي ولم يكن مطروحاً بالسابق فهل هو الواقع الجديد للعقارات الفاخيرة بمصر أم أن سويرس يستفيد من تدخم الأسعار ويقرر انتهاز الفرصة ما رأيكم اشتركوا في القناة